الى ذلك قال عدد من الصحفيين والاعلاميين بان عقد القمتين السعودية الامريكية والخليجية الامريكية لها مردود ايجابي كبير على دول المنطقة ككل اجتماع الرئيس الامريكي مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على انفراد بعد القمة السعودية هذا ايضا يدل على حرص الادارة الامريكية على انعاش هذه العلاقة وعادتها ايضا الى مستوها الطبيعي مع دول مجلس التعاون الخليجي فبالتالي انعكاسات هذه القمتين السعودية الامريكية والخليجية الامريكية بالتأكيد سيكون مردوده كبيرا اقتصاديا سياسيا استراتيجيا امنيا على المنطقة ككل القمة الخليجية الامريكية هذه القمة هي تعتبر طبعا من القمة المميزة التي تجمع الدولة العظمى الولايات المتحدة الامريكية مع دول مجلس التعاون كقوة خليجية وقوة اقليمية في المنطقة التي لها وزنها الكبير فهذه القمة ستثمر بإذلاع نتائج كثيرة نتائج ايجابية سياسية على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد مكافحة الارهاب ومحاربة التطرف فهي قمة متميزة بوجود حتى الرئيس ترامب ترامب له طبعا ثقله السياسي بالإضافة إلى خادم الحرمين الشرفين ملك سلمان بن عبدالعز حفظه الله وانطلقت في الرياض في وقت سابقنا اليوم عمال منتدى مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب والذي يعقد برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بعنوان طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب انطلقت في الرياض فعاليات الدورة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بعنوان طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب ويناقش المنتدى أنواع وتأثير التطرف والتصور المستقبلية للإرهاب ودور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التطرف مراكز دراسات والبحوث تلعب دور فاعل في هذا المجال ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة مركز البحرين دراسات استراتيجية والدولية والطاقة الذي يرتبط بشراكة مع مركز الملك فيصل البحوث والدراسات الإسلامية الجهة المنظمة لهذا المنتدى الهام الذي يجمع الخبراء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الرهاب ومناقشة التحديات واستشراف المستقبل ويزيده أهمية هذا المنتدى الذي حظي برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ويهدف المنتدى إلى تجاوز حالة الانقسام الحالية والشروع في حوار مفتوح وبناء في إطار العمل الجماعي ويتضمن برنامج المنتدى أربع جلسات نقاشية تركز على قضايا الإرهاب الرئيسية التي تواجه العالم واستكشاف الآليات التي يمكن من خلالها لدول العالم أن تعمل معا لإيجاد حلول للتعامل مع آفة الإرهاب المنتدى الذي يرعاه التحالف الإسلامي وينظمه مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية في الرياض ودورنا في الحقيقة هنا تقديم ورقة عن التطرف وعن الإرهاب وهمية هذا التطرف وتحولها إلى إرهاب ومكافحته وتهدف الجلسات النقاشية التي ستقام خلال المنتدى إلى توفير نقاشات متعمقة وواعية حول موضوعات المنتدى الأربعة وهي التصور المستقبلي للإرهاب والتطرف على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالجريمة والفساد وأليات مواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط أربع جلسات يشهدها منتدى الرياض لمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف تركز على معرفة روابط الاتصال بين الجريمة والإرهاب سامي الحمود تلفزيون البحرين